اشتركوا في القناة اخباركو ايه اسبوع جميل علينا يا رب ان شاء الله بتوحشونا مع بعض كده نقول الفقرات لسا ده المشاهدين بصبب طبعا انا بمارسي عليك وانا كمان مرة كمان بعد منا اول فقرة عندنا النهاردة حنتكلم عن الحاجة اللي بتشغل كل البنات والستات حنتكلم عن الميكوب وحنتكلم عن الفاشن عشان كل واحدة فينا تحاول تبرز جمالها بالطريقة اللي تناسبها وكمان هيكون معانا مطرب جميل جدا اسمه الفنان عمري عصاب هنتكلم عن الحب وحندعو للحب ونسمع اغاني حب عشان حياتنا كلها تبقى خب بحب ان شاء الله ان شاء الله الحلقة هتعجبكو باذن الله معانا دلوقتي نتكلم عن فقرة السوشيال ميديا يا بنات وكان اهم خبر الاسبوع اللي فيت في السوشيال ميديا ان فجأة ناس كتير جدا صحيت من النوم لقت الفيسبوك عامل لوج اوت الفيسبوك قافل كل الناس تخضط طبعا وبقتش عارفة ايه اللي بيحصل علشان تدخل تاني انت مضطر تدخل الباسورد القديم بتاعك علشان الفيسبوك بتاعك يفتح طبعا الموضوع ده حصل معه 50 مليون مستخدم وفي الاخر اتضح ان كان فيه هاكر دخل على الفيسبوك وعمل الموضوع ده حد فيكو حصل معا الموضوع ده ولا انا بس الحمد لله ما حصلش الحمد لله ما حصلش انا حصل معايا الموضوع ده الموضوع ألب كوميديا اه ليه بقعت يا عرف ألب كوميديا اللي يدحك حاجة بقى احنا كشعب مصري عندنا يعني الحس الأمني عالي جدا طبعا كل الرجالة افتكروا ان ايه بقى ان مرطاتهم عاملين تجسس على الفيسبوك وكل واحد بيعمل كلمة مظلومين دايما يا جماعة كل واحد دايما مظلومين نجاين ندفع عن المرأة المرأة بس في الاخر يا جماعة الفكرة ان مفيش حاجة اسمها حماية يعني ما تحطش حاجتك الخاصة على اي حاجة من مواقع التواصل الاجتماعي لا صور ولا مستندات ولا اي معلومات لان زي ما انتو شايفين مفيش حاجة اسمها حماية وتعالوا مع بعض نطلع تقرير النهاردة امي كمان عايزة تقول انا كمان كنت عايزة بس كنت عايزة اهني مش مصر بس عايزة اهني مصر والعالم العربي كله وبمناسبة انتصارات اكتوبر ربنا يعيدها علينا دايما كده بالخير واليسر يا رب 45 سنة عدوا يعني انتصار وايام ما تتنسيش يا رب دايما كده مصر في ارتفاع وفي علو ودايما اسمها قد الدنيا المصريين طيبين وتعالوا مع بعض بقى نشوف تقريرنا نهاردة راحة وفي فلوس وفي 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 شبافي نكت بس احنا حياتنا في مصر لازم يتفيراكت لان المعيشة كل واحد عايش بالعافية فقط لانك في مصر بس عبيبش يا سلام حقيقي انتو لطاف والله انتو لطاف جدا والله انت اللي ما اتخرج سلامه وفدو تجدوا لطافي انكت في الدنيا ايه يعني هو في غيرهم الله سمتهم مين دون الحريب هو في غيرهم من الكديل علينا عشرة اهو عشان نمجلت وقع يبقى عندي حق عشان انا متلى متلى وانت عارف عملوا فيك ايه ضايب يا في كل حتة زي ايه الكديل علينا في شغلينا وفي ماشينا الله يسبحوا اسأليني انا انا مدوبهم اثنين مكاسلك سؤال طب مين سبب انكت في الدنيا ستين ليه جد هم عملوا حكتين نزلونا من الجنة وهيدخنان وهنا ما انا عايز تمام تنزا كمان كمان ده غلبان كمان حان طب يالله 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 زرودان انت كيف ميميلك يا غضيام واذا ما اخụركم تقاتل معنا في التقرير انتك 이야기اتوا دي كان رأي практиخ Conrad بالسؤال للحلقة والطبع لمشاهدها عن تورية من سطيبة والتي خاية تطلع بتليزيون تقولي ان grownتArين تقولي انشة له Frances طبعاً معركتاش نسجل معاً مش عالفيني نشوفه ببساطة اللي بدنا رينا بساطة ومتع حديش شكرنا عكم عمر عودة ظلم 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 قبل ما أتكلم وأعلق على التقرير عايزة أشكر زمايلنا مرسلنا الجميل الأستاذ عمر عودة وتعبوا معانا وبنشكر كمان الأستاذ محمد عيسى مسؤولة سوشيال ميديا برنامج بساطة متعقدهاش وتعبوا معانا جداً وملكة الأفشات أستاذ مونة فؤاد بتتعب معانا في اختراع الأفشات والقلس ده بصوا يا جماعة أنا أقولك على حاجة بس عشان التقرير ده ظلم جداً ظلم لكل الستات يعني كل أجمع أن النكد سببه الست طب ينفع كده؟ جداً يا جماعة فيه بصوا أقولك على حاجة إحنا بقى بحلقتنا النهاردة هنسبت أن الستات مش نكديات خالص إحنا هنجيب فاشن عشان نعرف أحدث خطوط الموضة وهنجيب ميكب عشان تروقي نفسك عشان لا نتهم أننا نكديات بس خليكم معي كده حقولكو كلمة لكل راجل بيقول أن كل الستة نكديات كلفي أتبخ يا جري يا كلفي يا سيدي إحنا مستعدين أن نبقى دايماً مرفهين وحلوين ومنعمل ميكب ونجيب فاشن وكل حاجة بس هاتفلوس أنا بقى لي وجهة نظر مختلفة شوية عايزة أقول أني طبعاً التقرير فيه عنصرية جمداً لما نسأل كل الرجالة ويقولوا أن إحنا لنكديين أكيد لو كنا سألنا الستات كانوا ممكن برضي يقولوا أن الرجالة هم لنكديين بس النكد نفسه مش عنصري هم عنصريين النكد ممكن يكون من الراجل وممكن يكون من الستة ويا راجل أو يا معشر الرجالة اللي بتقولوا عليها نكديين لو عايزين ما نبقاش نكديين هنصحكم بنصحتين اتنين بس أو كلمتين اتنين بس الاهتمام والتقدير مش أكتر ولا أقل الاهتمام وانا وعيدكم مش هتلاقوا ست نكدية أبداً طيب يلا تيجوا بقى مع بعض نشوف أحدث خطوط الموضة كاي بيلكوا الشتة بقى كل سنة مستطيبين داخلين على الشتة يا مونة داخلين على الشتة انتوا عارفين يا جماعة وعايزين نعرف بقى أحدث خطوط الموضة 2018 2019 عشان البنات والستات اللي معانا رينا بقى تبدأ هنبدأ انا كارينا كارينا في السيتو للناس اللي عارفاني انا بحب جداً البنتلونات الواسعة بحس كده ان هي مريحة وخصوصاً لو بنات جامعة او اي بنت بحب البنتوجيب جداً وبحب كمان البنتلون الواسع ونازل كمان الشتة السوف والواسع والحاجات دي كلها فانا بنصح كل بنت سواء صيف او شتة ان انت البنتلون الفتفاض وعلى فكرة طالع موضة في سنة 2019 طالع موضة جداً بيليق مع القسيارة وبيقول ليق مع الطويلة والتخينة وكل حاجة وكمان يا رينا خلي بالك ان البنتلونات اللي هي الشاولستون دي بتطول بتجي طول الجسم اه والصورة اللي شايفانها يا جماعة قدامنا دي دي اللي هو الجاكت الأوفرسايد الجواكت الأوفرسايد طالع موضة جداً ومن الصف اللي فاتوا مكملة معانا في الشتة اه فيه تايجر برضو مكمل معانا بكل انواع وكل اشكاله سواء بانطلونات او جبات وفيه عليه جاكت جلد زي ما احنا شايفين اه الجلد كان وما زاله وسيستمر الملك يعني ملك الموضة بصراحة الجلد حقيقي صح بالضبط كده كمان التايجر التايجر سيف شتة اه الموضة ما بتروحش بالضبط سيف شتة وجاي بوسلي سكرت جبات او سواء بليزر اي حاجة بيكون فيها التايجر ملك اه انا بقى النهاردة هقول هتكلم عن الجينز الجينز حاجة يعني موجودة عندنا كلنا ما بقدرش نستغنى عنها خالص كبار وصغيرين من الملابس المريحة جدا الجينز اه كمان كل واحدة مننا في دولابها ما بتستغناش عن جاكت جينز قصير او طويل بش حر مننا من حاجة خالص بليق على كل حاجة الجاكت الجينز بليق على بانطلون من نفس خامة الجينز برضو او على خامة مختلفة مفيش منه اي مشاكل بالعكس كمان لو القصير منه او الطويل بليق على الدرسات اللي معظم البنات دلوقتي بقوا بيحبوا يلبسوها الحمد لله ان شاء الله يبقى شتة جديدة وتبقى ستايلات حلوة جدا واخر نصيحة بقى لكل بنت وكل ست طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الاسعار بقى يعني نار يا حبيبي نار فكل اللي نقدر نعمله ان احنا هنجيب قطعة واحدة واحنا بنشتريها قطعة او قطعتين واحنا بنشتريها هنحاول نفكر الدولاب بتاعنا الدولاب بتاعنا في ايه ممكن يليق عليها ايه معامل تدوير هتعملي ميكسان ماتش مثلا مع كذا قطعة بحيث القطعتين اللي هتشتريهم دول تقدر ان انت تلبسيهم بست طرق سبع طرق يعني بنحاول كده يعني حطي الطاتش بتاعك اه حطي الطاتش بتاعك ومعنا بقى الضرفة الجميلة داليا فؤاد ميكب ارتس منورانة يا داليا النهاردة داليا هتقول لنا النهاردة عن ميكب خفيف يليق مع الشتة ونشوف بقى ايداليا انت منورانة بجد النهاردة ميكسان 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 واحنا كمان مبسطين ان انت معاينة النهاردة نورتينا انت ايه رجل برس الكلام اللي احنا قلناه ده اه في الموضة طبعا الموضة والفاشون دي عايش ايه بتميز بيها جدا وحاجة بعشاقها وبحبها حتى كل صحابي اهلي عارفين عني الموضوع ده والفاشون والموضة حاجة مهمة وحاجة مهمة ان الستة زي ما انت قلت بقى عالي الامكانيات وبأقصد حاجة تهتمد نفسها لان هي زوجة او حبيبة لازم تكون مهتمية بحاجة زي كده علشان خاطر جزها محما كانت امكانياته واللي يقدر يدولها ومش لازم تقفور يعني مش لازم تقفور بقى عالي حاجة بسيطة زي ما انت قلت يا وكيت نظرك حلوة بحاجتين انا ممكن اقولك على حاجة هي ممكن تجدد ممكن اغير التربون ممكن اجيب التالون مثلا تشاكل الشوز الشانطة يعني بقى عالي حاجة بقدر ان انا اجدد من نفسي بغير من نفسي وبالنسبة لسؤال التقرير انك الواجل ولا سنت والله الاثنين عشان محدش يزعل ولا رجال ولا ستين لا 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 هو شي طبيعي هو دايما انت قلت هو لا ده ولا ده صح جدا ودعلك نحن نهاردة هتعمليننا النو ميكوب وكمان على فكرة يا معا ده مش لبنات الجامعة بس لكل ستة في بيتها ممكن بعد ما خلصت كل اللي وراكي بتحطي بس رطوش بسيطة قوي في الوش احنا عايزين الوش يبقى النظر يا داليا أهم حاجة لنظرة البشرة اللي بنصح بيها كل بنت أو كل ست هي تبتدي من سن العشرين ما تقول ليش ده عشرين سوى يرى عشرين ده مهم جدا ببتدي أحافظ على بشرتي أشرب ميا كتير أنا مبدري ممنوع طبعا الحاجات المكيفات شاي قهوة نسكة فيه أخد بقدر قليل كل الوصفات ببعض أحافظ على بشرتي من الشمس الصبح أخد بالين من الساعة عشرة للساعة أربعة لازم أحط التام بلوك ده شيء مهم جدا لكل حدي يبقى معي تمام طب نبدأ بعد ومشاهدين دلوقتي وداليا معينا بدئين الميكيف لو حد عنده أي سؤال احنا مستنيين اتصالاتك واستفساراتك على الأرقام الموجودة قدامك على الشاشة معنا رانيا ازاك يا رانيا عمنا ايه؟ انت جاية بقى جاهزة اه أنا ورانا يا رانيا دودي بقى تبدأ انا طبعا علشان وقت البرنيمج حطيت البيز اتدت البيز واجهزت وعملت لها جزء وجزء تاني بس برضو اغفايل هنوري حبيبنا وصحبنا برضو اه طب وانت بتشتغلي كده يا داليا اقول لنا ايه اللي انت كنت حطاوي يعني انت عملت ايه اه اول حاجة حطيت لها البرايمر ندقت بشرتها او وحطيت البرايمر اه وحطيت الفونديشن اه بس وبعدين عملت بقى الكونتور والحاجات دي اه وعملت لها كله البلاشر اه وبعدين ناقص بقى اللي هو الايشيد اللي هو احط معي البرايمر سؤال البرايمر ده ناس كتير مش عارفة البرايمر وفيه ناس بتقول انه هو مجهد للبشرة وان هو صعب تقيل هل انت بتنصحي هل المعلومة دي صح ولا المفروض ان احنا نحطه على طول البنات تحطه على طول لا طبعا البرايمر ده حاجة مهمة جدا اه ولازم يتحط لان بيقفل مسام الوش فيه بنت مثلا بتبع عندها منطقة التوزون هنا بتبقى مختلطة كلها بتبقى دهون اه فالنها بيقفل الوش بيدي نظرة للوش بيقفل المسام لكن طبعا مهم جدا طب داليا احنا معانا اول اتصال ومعانا ايمان ايوة السلام عليكم عليكم السلام زيك ايمان اهلا بيك وانا بحب البرنامج قوي من متابعينكو يعني بسلام يا حبيبتي النورانا شرف ليك ليك سؤال داليا كلكم نورين اه ليه سؤال معلش هي منورة طبعا البرنامج مرسي حبيبتي الله يخليك عايزة سألك ايه الميكا بالناشرال اي واحدة كده ما بتعرفش يعني لسه مبتدأة في الميكب ايه الاساسيات اللي تبقى عندها اه يعني ايه لما تنزل تشتري تنقي ايه ايه الحاجات الاساسية في الميكب لازم تبقى في بلابها سؤالك جميل اه سؤالك كمان لو مثلا رحك جامعة نازلة صبح ايه الميكب المناسب ميبقاش اوفر يعني وعلى فكرة يا دودو منور الشيخ يا حبيبتي قلبي مرسي قلبي مرسي قلبي نورتين يا ايمان بوسي يا ايمان تبعت معي دلوقتي بالنسبة للميكب لنود ميكب زي ما انا عاملة للموديلز ايه بحط الواقوي اه الواقوي انا استذركوا بقى ان انا يا جماعة ايه انا عايز اتفرج لا 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 بوسي مش عايزين منعدي اتعلم بس انت بتعميلي الأشياد الزائدة اهم حاجة ان انا بحط اللون الانتقالي الاول على الجفت ونفعش احطه على طول اللون الاساسي اللي انا عايزيت فبحط اللون الانتقالي لازم قدمك كويس تم عملية الدمج ده بالنسبة لحاجة بسيطة جدا اللي بنت نزلة لصبحة شغلة نزلة عندي مناسبة حتى صبح نزليها بحط حاجات بسيطة قوي كده الرتوش بسيطة حلوة قوي بحدد هنا عشان احدد المنطقة اللي تحت الحاجب تدي اداءة وتبين لمعة الاجب طيب رينا ناخد مروة يا رينا ايه رينا ناخد مروة مروة ازيك يا مروة ازيك يا رينا عملا ايه ازيك يا امي اهلا يا عمر ازيك انت يا حبيبتي منمون حبيبتي ازيك يا مروة حياتي منورانا ربنا يخليكي عندك سؤال اه انا عايزة مونة اه اقول يا مونة ايوة حبيبتي ايوة مين مروة ايوة مونة ازيك ازيك يا مروة منورة يا حبيبتي تسلم يا حبيبتي تسلم ربنا يساعدك يا رب شكرا او يا مروة هل عندك سؤال يا حبابتي؟ اه عندي سؤال. عايزة اسأل في حاجة ممكن تعالج النشافان والجفاف بتاع الجلد. حلو قوي السؤال ده. لان لما الواحد يجي يحط الميكب بتلاقي الوش بيشقق صح؟ يعني ما بيساعد لا لا قوليها ما تكسفيش بيشقق عادي عادي كلنا بنفس بعض يوم. بيشقق عادي تمام تمام يا ماروة ايه يا جود؟ ايه يا قلب؟ ايه يا قلب؟ ايه؟ ليه بيشقق؟ لو شقق نتيجة تعرضها لاشاعة الشمس الجامدة برضو قلة شرب المية ما بحافظها على بشريتي وبعمل حط الفونديشن كويس ما حطوش اللي هو اللي بيبقى مش لايقى على بشريتي او لونه او بيبقى فيه حاجات في موس انا اشوف نوع بشريتي ايه؟ واختار نوع الفونديشن عليها عشان ميعمليش التشققات دي انتي على اي اساس حطتي لون الاي شادو ده؟ او لونه حلو اوي ايه حاجة اللي خليتني حط الاي شادو اول حاجة ببص ليها لون عينها اه بعد لون العين بشوف لون البشرة اخر حاجة بفكر فيها هي لبسة ايه؟ بعدين ببتجي حط الاي شادو وطبعا من الاحزن ان انا ما بحطش الاي شادو لون اللبس يعني مفهوم ده خاطئ مش شرطه عشان انا لبسة لبني احط لبني لازم الميكاب يكون لون اوريب مع لبسة بس مش لازم لون اللبسة بس انتي عارفة انه ميكاب اللي انتي بتعمليه دلوقتي كل نجوم هوليو دلوقتي بقوا ما بيعملوش غيرو انتي لما تشوفي على الريد كاربت تلاقي تحسي ان هي مش هارفة يعني يا بنات عارفين يا بنات وش هحل ومحش واريها للكاميرا دي اهم حاجة هنحطي لها الهيليتر يدي الاضاءة اللي احنا بنشوفها اللي دايما الناس تقول اللامعة اللي بتبقى موجودة هنا او كده هنا لازم نحطها هي دي بتدي اضاءة للوش بس بيبقى ليها برضو اماكن معينة بحطها فيها لا اي حاجة اي حاجة بتحط بقى ايه بروق 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 عادينا عارف الناس المصطلحات اللي بتتقال كتير جدا فعالهم مخياش دلوقتي واللي بقت اوبر قوي كمان رينا سألت على البرايمر دلوقتي انتي قلت الهايليتر والكنتور اه نحن عارف الناس بقى ايه بقى اهمية الحاجات ديه وايه كل واحد فيهم بيتحط ازاي وامتى واحنا ينفع ان نحط كنتور الصبح لا ممكن بس في حاجة انا حط كنتور بس مش حطه كريمي عشان ما يبقاش اوبر احط بودر في بودر وفي كريمي بحط البودر بالنهار عشان ما يبقاش اوبر اوي وميكا دامت مع عشاية الشمس اوكي امي خدي رأسك كده ايوه يا راشا ازايك يا راشا الو ايوه يا راشا ازايك من ورانا ازايك الحمدلله من وربيكو الحمدلله بسي على اتصالك عديكي سؤال ربنا يخليكي الاولى انا بحنيكو على البرنامج الجميل ده وان شاء الله يكون اكبر برنامج في مصر يا رب دعواتك انا حبيتك يا برو انا بحبك يا راشا وبحنيكو على الديفة الجميلة اللي انتم شرفتنا النهاردة في البرنامج يعني الفقرات النهاردة جميلة جدا رب راشمي سؤالك يا راشا بق انا كان عندي سؤال هو لو في لنك البيتج بتاعت مادام داليا عشان ممكن بعد كده اتواصل معايا اكيد هننزلهلك هننزلهلك على صفحة البرنامج ان شاء الله تابعونا لو حد لي اي سؤال يا جماعة عايز يسأله لداليا ممكن يسأل على صفحة البرنامج وداليا ان شاء الله تجاوبنا طبعا انا معيكو وتشرف ان اكون على صفحة بساتها ما تعقدهاش مع رينا ومونة وامي اكتبوا بس بساتها ما تعقدهاش بالعربي هتلاقوا الصفحة بتاعتنا ان شاء الله ويبدأوا ان انتو نزلوا الاسئلة وصافي اللي هو الجنج المجهول اللي وراء الكاميرا صافي المعدة هتتبع معيكو الاجابة على كل اسئلتكو فما تقلقوش كل حد فيكو عنده سؤال يقدر يحطه لنا على صفحة طب داليا كنت عايزة اسألك برضو يعني انا كواحدة من الناس لو انا قعدة مدة طويلة برا بلاقي وشي حطيت ميكب بلاقي بيلمع موضوع ده بدايقني على فكرة وبيدايق بنت كتير جدا طبعا فعلا اعمل ايه با طبعا اهم حاجة ان انت بتحطيها قبل ما بتنزلي بتحطي برايمر على وشك عشان يقفل المسام بحط الفونديشن حاجة لكوية خفيف جدا وياريت تكون حاجة ميديكال بحيث ان هي متخليش البشرة تطلع الدهون اللي فيها بيكون قابض للمسام طبعا انا بحطوا بودر الصبح مش فونديشن الصبح انا هحط بودر بصي ما هانا اللي بقولك الفونديشن ده بيغنيك عن البودر مالوش لازمة ها بيبقى مط وبيقفل المسام على طول فما بتحتاجش ان انت تحطي بودر طب يا دودو هو ايه الالوان الترابية اه ده سؤال مهم جدا والالوان الترابية ديها يا جماعة دي على طول مودة معينا ومودة الشتاء برضو 2019 هي كل الالوان اللي هي بكميل زي ما انت قلت ترابية يعني معناه ايه من الارض من الرمز من الطين اه كشميرات حدية جدا اه ممكن الموف الزيتي اللي هو اي لون بتحسسك انه هو بيدي اللون الكافي الترابي طيب رينا معنا سحر رينا خذتك ازاك يا سحر ازاك يا سحر ازاين انت عملا ايه حبيبتي بنورانا الحمدلله انت لو لو انتوا كلكم نورانا يا ربنا يخليك بجد ربنا معيك ويا ربنا يوسقكم ان شاء الله دعواتك ويا سحر ابو ضوح بتهاينيكي يا ربنا يخليكو يا رب ويوفقك يا داليا ويوفقك كلكم يا رب يا قلبي تسلامي يا رب يا قلبي تسلامي يا داليا تسلامي يا سحر تسلامي على تليفونك شكرا يا حبيبتي في ناس كتير يا داليا مش حابين انهم يحطوا ميكوب النص ده كله حلو قوي بس هنا في هالات سودة طبيعة وراسة يعني تبقى عقيلاتك كاملة عندها ده تعمل ايه بحيث ان هي مش حابة ان هي تبقى حتى ميكوب بس في نفس الوقت حابة ان هي هنا انا سمعت عن الكوريكتور هل ليه دور في الموضوع ده؟ اه اه الاول حاجة لما باجي اشتري الفونديشن او الكونسيلر تحت عناية عبداليا معليش مش عاطك احنا قدامنا دقيقتين اه اه انا اوكي هي خلص خلصت واناعملت فيكم حاجة ان هي النود ميكوب حتى اخترت الروج زي ما انتو عايزين نود ميكوب عشان يبقى سهل لكل بنت وكل سيت معنا سيدة بتنزل شغلها وميكوب بسيط وهدي العين دي عملتها الهال اللي هو النزول انزل بالنهار بالصبح عمت المناسبة زي ما اتكلمنا العين دي مجرد بنعمل الزيادة بزود خط الاي لينر الرموش اتقل بحط جليتر بزود الاي شادو يبقى حاجة سورية او بعض الضهر طيب اخر تليفون معنا ايا اوكي ايو يا ايا سلام عليكم عليكم سلامي حبيبتي ازيك تمام الحمد الله ازيكم نوالين الشاسة والله السلامي يا ايا عندك سؤال انا دروتي كنت انا بشريتي بايه ده خالص ايو كنت عايز كريم اساس يعني ايه النوع او ايه الدرجة اللي احطاها على وسي تمام تمام شكرا يا ايه على اتصالك داليا تجاوبنا بقى ايه بتجيبي حاجة بتغمائك درجة درجتين بكثير عن لون وشك يا اما تجيبي نفس لون وشك لكن ما تحاوليش تفتحي اكتر لان الميكب دلوقتي ممكن ينفع معنا اه الموز بردو بيبقى بسيط وينفع للتعمال يوم تمام نورتين يا داليا انا اللي حل وقوي وسعيدة اني كنت معاكم وان شاء الله نورتين ان شاء الله ان شاء الله وانا معاكم في كل حاجة يا جماعة مش سيم مع بعض يا جماعة نطلع فاصل للمطرب معينا كليب للمطرب عامره سام وانا هنرجع لكم بعض الفاصل استنونا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 الله يحظي أنا أفضل كنت إذا سألك يا عمري يعني أنت دلوقتي بتغني بالك أدي تقريباً أنا بغني من وانا عائل صغير أنا أفسس أني كبرت أولاً من وانا صغير خلص كابونا بروفيشنال من سبع شهور تمن شهور هو أنت دراسة أو هوية هو هوية وقعدت زاكرة زاكرت بيانو وجيتار وروحت لأوبرا كورسات يعني أخدت كورسات يعني لا مع نفسي كله وإنترنته كده سيلف استوديو أنت حاببت حابب الموضوع آه طبعاً آه يعني مش مجرد أنها هوية هو كمان يا بنات واضح من من الكليبات بتاعته والأغاني بتاعته أنه هو فعلاً حابب الموضوع وكمان اللي بيميزه أنه هو إحساسه عالي برضو ده حقيقي بس يا عمري من أول الحلقة كده معنا تليفون ألو 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 أيام شفير مساء النور مين معنا أحمد لفكندريا أهلاً يا أحمد نورتنا أهلاً بيك يا سيد أحمد أهلاً بيك يا سيد أحمد منورنا أهلاً يا سيد أحمد بحض إيشنا هي الأول أمسي على أسزارنا وأسزامنا أهلاً بحضرين أو أمنا وإمي أهلاً بيك إحنا معنا النهار ده كمان فقرة فنية هتعجبك أو إن شاء الله بإذن طبعاً أكيد تابعاً متقلسين طبعاً كالعادة ربنا يخليك منسي على اتصالك كلك زوء ربنا يخليك ربنا يخليك وأولاً أنا هتكلم في النقطة بتاعة النكد دي طبعاً يعني التقرير جبيل وربما يمكنك فيه شوية ظلم يعني بس طبعاً هنقول طب الحمد لله يا جماعة راجل بيقول راجل بيقول لنا إن التقرير بتاع النكد فيه ظلم إحنا بس لما عايزين نتفع على حاجة كذلك من الأول اتفضل زيما السعادة مسؤول عنها الترافين أكيد النكد مسؤول عنه الترافين وشاهدة شاهدون من أهلك مرسي على رأيك الجميل ده وشاهدة شاهد شكراً يا أستاذ شكراً على تصالح عامر عايزة أسألك بقى يعني بما إنك بقى إيه حضرت معنا التقرير مين السبب في النكد الراجل ولا ست ولا رأيك الله رأيك ما بلاش نتكلف ليه يعني النصف ده قالت رأيك خد بقى لك نقل يديق مع ثلاث ست ستبولي أنا تطلعت لي عشان هو برج الجوزاء فهقولك وأنا بقى الأسر هو مش رادي يقولها هو مش رادي يقول أنا هقول كل حاجة رأيك إيه بقى قول بنفسك بقى شاناً لما أقلت رأيي الموضوع من الترافين يعني كل حاجة صغيرة حاجات صغيرة كتير بتتراكم على بعض بتأدي لأنه يظهر نكد في حياتي أنت برج أيام أنا برج الجوزاء أنا مذكر رينا أنا مذكر رينا رينا سديهاته كلها معا رينا طلاعي بقى سديهاته طبعاً أنت يعني أفتر الأغاني اللي أنت بتغنيها رومانسية لأن أنت برج الجوزاء بتحب الحب وسيب نفسك ليه على الآخر صح كده ده شعر رومانسي حالم جداً وبتكون شريكة حياتك دايماً أنت بتعيشها شهريار إلى أن يحدث أي حاجة هي تعملها أنت مش عاجبات بيحدث بقى الشخصات التانية بتظهر بتتحول وبتقول كلام صعب جداً بيزعلها بس أنا عايزة أقول لك لأي بنوتة ممكن ترتبط بيها أي بنوتة نحن مش عالفين هو مرتبط ولا لا عايزة أقول لها أنت بتنزل على ما فيش يعني أنت أو كلامك صعب بس بتنزل على ما فيش لأن أنت طيب جداً ده مش بس كده ده فيه هدايا يا جماعة بعد الخناء يعني لما يجي يتخاني أعرفوا أن فيه هدايا بعدها فعادي جداً يعني عندي يا ليه لحمي اليدية كده عندك فن عندك فن اختيار الهدايا صح؟ صح يا عم عندك فن اختيار الهدايا بتحب الحب جداً وليك حياتك كده وفي شغلك جد جداً في شغلك بتحب الشيء تغني حاجة إلا لو كنت حسيسها ومقتنع بيها الإحساس عندك عالي هو عموماً برج الجوزاء في شغله دايماً بيبقى يعني شارب جداً وبكده يعني أعزائي المشاهدين عرضنا لكم جزء قوي من شخصية أستاذ عمر اللي معانا للمعجبات للمعجبات هم عايزين نسمع منك بقى حالة أرقى يلا يلا نسمع حالة أرقى جمدة جد هاي شيبه سواني استني بس هقولك كلمة وحدة بصيني أنا موجب بك من فترة طويلة يا ريت نتكلم تسمحيني أقولك اللي في قلبي الموضوع دخلو بالأصول حبيبتي وراكي مصر كوني قاعد قتيل هنا مش بنقول وعليك دحكة ومشي وسق بنظرة عين جبتيني ولا دخل نفع ولا السكة معك بجد تعبتيني ملكش بديل ولا فيك غلطة زي عنك أشي العين بك أني ناس بالدم في ملطة ما توفي وتسمعيني ما توفي وتسمعيني يا حبيب يا حبيب يا هرا راح علي يا لحدي حالة يا خطفة قلبي بحبك لانا حالة طرق يا حبيب يا لحيب يا لحدي تسحر وتزبي يا فسر فيك يا خطفة قلبي بسحر فين زيك هالقاب والله الله أمر ما شاء الله دي عليها طالة ودحكة أحلى بي جمال دي والله الله أمر ما شاء الله دي جمال خرافي ووش صعفي دي أحلى وحدة يا حبيب 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 ايه اصدف ربكة انا ملوش ملكة وانا سكتي سلكة خايف لك هفضل حيلو حتى عميلو وانا مش طايلو شداني شداني هفضل افكت كده واتلكك عديد تنك وانا هجائره ايو هجائره حتى عميلو اللي مشددها ومسددها معايا في لدها هيحصلي يعني هيحصلي يا الحبيب شحف ما مثلي يا تنروح علي يا الهدف حالة يا قطف قلبي بحبي د وانا حالة طرقها يا الحبيب دي وانا قديك سحة وتعزبها لا أقسار فيكي يا قطف القلبي بسحة فين زيك هالقاء الله الله أمر نشاء الله دي عليها طالة ودي حكا أحلى إيه جمال ده والله الله أمر نشاء الله دي جمال خرافي ووش صعفي دي أحلى وحده أيوان أيوان نعو 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 جميلة جميلة لأ بجد عجبتني جدا يارب تكون عجبتكم وإنتو كمان بجد حلوة قوية ومعنا تليفون يا جماعة بسانت ألو إزايك يا بسان ألو ألو طيب الخط أطع ده أول آلبوم دي صح؟ كان فيه سنجلات قبل آلبوم ده كان ثلاث أغاني نزلوا مع بعض من بيكتب لك لا ناس كتير كذا شاعر بس كلهم صغيرين عشان مواجبة عشان الفكري يبقى واحد الفكري يبقى واحد وبعدين بختار الشباب عشان يعني حد صغير زي بيكتب زي أغزي بيكتب كلامك بساعة لنفسك وبتلحن كمان لنفسك آه ساعة بسراحة العصورة يعني بيكتب بيلحن كمان بانجذب لك وعمل لحن الشتاء بسانت رجعك معنا يا جماعة ألو ألو السلام علي عليكم السلام والإخفاقات والإخفاقات بالضبط طبع احكي لنا بقى عن أيام الأوبرا وإيه اللي تعلمتوا في الأوبرا والله أنا روحت الأوبرا وأنا عندي آآ مثلا من سبع ثمان سنين آآ من ثمان سنين آآ من ثمان سنين حزو قوي محبا روحت أقدمت زي أي حد ما يقدم مدى مايسترو محمقا بالستار واتقابلت وابقيت في فرقته ماشاء الله وابس ما استمرتش كتير عشان كان يعني كان عندي ظروف وكده وابتديت إن أنا عايز أزاكر عشان أبتدي أعمل أنا لنفسي حاجة أعمل ألبوم أعمل كلام ده الموضوع محتاج دراسة طبعا آآ طبعا أنا بلحن كلها غنيا فالموضوع محتاج مزاكر كتير عود انت زغنون يا عمر وحنتكلم عن المعجبات انا بتكلم برسال المعجبات انت بتؤمن بالحب من اول نظرة ومواصفات فتاة احلامك ايه يا عمر ايوة لشان دلوقتي يا عمر البنات كلها مركزة مركزوا يا بنات الحقيقة كلها النهاردة بنات مركزة الحب من اول نظرة اه ممكن يحصل يعني احيانا وحيانا لا لازم برضو الواحد بيقرب من البناء ادم اللي قدامه وحالها فيه تفاهم ولا لأ يعني انت بتحب فترة ان احنا نعرف بعرف بعض لازم نتعرف بعض نعرف طبع بعض حلو ده مش لازم يعني مش معقول كل حد هتعرفي تعيش معي طب اه عمر بقى احنا مشايزين نضيع الوقت في الكلام اه عايزين غناء مجال انت حرية يلا انت حرية انت حرية انت حرية متفضل انت حرية نزلة من الملكون الباحتة من الجلة يا حلم الجلة صورة وصوت اكتر ما كنت انا يا حبيبتي بتمنى سبينة تغنى روحي بجمالك وابنينك في قلبي ابنينك بيوت وابنينك بطول عمر يا حياتي وعيش حبوبك لحد مقامو واسمحي لي ابق انا عب لولادك ابق انا فرحة حياتك نفسي نكمل بعضها واسمحي لي بيكونت العمر جام بمعمر انت بيطول الوقت جام انت اخر حب فعلا انت فعلا بنت قال لي انت الوناس في المربة وابت البر وابت البر مجمم الساني جات في اداية نفسي نعجل السوا ونكون لبعض وهكول لي كسانك حبك حرية سمحي لي قصد جمالك فبقى ساكن بيديعي الكلام وعينك فعلايها عيونك دي بجنة لو مفيها فاسيبين اعيش فيها شرية واسمحي لي قبقى انا ربي لولادك قبقى انا فرحة حياتك نفسي نكمل بعضها واسمحي لي بيكونت العمر جام بمعمر تبقى طول الوقت جام انت اخر حب فعلا انت اسمحوا لي اقول كلمة انا عايزة اقول كلمة لكل راجل كان في التقرير النهاردة بيقول ان الستات هما سبب النكت ذكروا الاغنية دي كويس اوه يحسوها كويس اوه قبل ما يذكروها يحسوها يحسوها انت لو حسيته وبصيته بصيت لحبيبتك بنفس البصة دي وان هي حرية من الجنة وقدرت ان انت اتوفر لها الحنين والحب ده شوية تأدير شوية تأدير مشاريعك الجاية اي عمر مشاريعك الجاية على فكرة فيه النهاردة او ايه النهاردة ان شاء الله انا هريليس وبنية جديدة اسمها مشاعر ينقص يعني وشنا حلو عليك دي حزينة دي مش مش كلا مش مش كلا ان شاء الله تسمع باذن الله وربنا يوفقك ويكرمك ونورتنا يا عمرو بجد النهاردة وستمتعنا بكل الاغاني اللي انت قدمتها يعني بجد من الاصوات الحساسة من الاصوات اللي قادرة انها توصل احساسها للي قدامه نورنا يا عمرو بجد النهاردة شرفنا بيكم انت تربيت فعيلة فنية ولا هي الموهبة عندك انت بس والله هو فن بس النوع اخر يعني بس فن برد مش موسيقى فزينات اختي بترسم حلو جدا ما شاء الله والدي بيكتب شعر طيب في احفظ من كده طيب انت كل اغانيك بقى كده كلها بتستخدم فيها النغمات دي او كلها اغاني شبابية اكيد لما تقعد بينك وبالنفسك كده وتحب تتسلطن بتغني اغنية ترابية صحح هو الميزة ميزة عمرو ان هو طربي وشبابي وكل حاجة حرام بجدكم مبسوطين النهاردة جدا يا عمرو وانت معانا وفي اخر حلقتنا بحب اقولكو هتكشر هتقفل في وشك هتفرفش ربنا هيفتحها في وشك فما تكشرش علشان يومك هيبقى زي وش وعيشها بسعادة عيشها بسعادة دا الدنيا ملهاش اعادة صح يا مونة اوه وبسطوها متعقدوهاش مع رينا ومونة وامن ونشوفكو على خير ان شاء الله الحلقة الجاية في حلقة جديدة منبسطها متعقدهاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة